بعد إخفاق الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في إنشاء مشاريع اقتصادية واستثمارية تدعم موارد الدولة بقي قطاع النفط مصدر الدخل الأساسي وعصب الاقتصاد العراقي الذي بات رهينة لتذبذبات الأسعار العالمية وبعد أقرار مجلس النواب موزنة عام 2021 بمبلغ قدره 129 تريليون دينار وبعدز 28 تريليون اعتمادا على تحديد سعر برميل النفط بـ 45 دولار فإن الحكومة سارعت لتعلن اللافة إضمالية لديها مع أن سعر البرميل وصل إلى أكثر من 70 دولار أي بفارق 30 دولار عن السعر المثبت في الموازنة بسوقة ذلك بأن المبلغ المتحققة من ازدياد النفط سيسد بها عز الموازنة على حين أكد برلمانيون أن الوفرة المالية التي تحققت لن تخدم الاقتصاد العراقي وستذهب نحو احتياطي البنك المركزي لتزديد الديون المتراكمة الحكومة ومع إعلانها من قبل أن انتعاش أسعار النفط يمكن أن يحسن وضع الاقتصاد في البلد إلا أنها أكدت وعلى لسان مستشار رئيس الحكومة مظهر محمد صالح أن السنة المالية لا تشجع على إنتاج موازنة تكملية خصوصا مع قرم انتهاء الحياة البرلمانية بسبب الانتخابات أما البنك الدولي فقد حذر من أن خمسة ملايين عراقي باتوا مهددين بالفقر بسبب تبعات انتشار جائحة كورونا وفقدان النقد الذي يعتمد به نسبة أكثر من تسعين في المائة على النفط وهو ما أدى إلى مواجهة العراق أكبر تراجع اقتصادي منذ عام 2003 فضلا عن تضاعف نسبة الفقر بين النازحين وازياد نسبة الشباب العاطنين عن العمل إلى 35% وزيادة التضخم بنسبة 8.5% من جراء خفاض قيمة الدينار العراقي لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أكدت بدورها أن الوفرة المالية نتيجة عن ازدياد أسعار النفط لم تخدم الاقتصاد العراقي من ناحية المشاريع والصناعات التي تكاد تكون معدومة أساسا في البلاد من جراء هيمنة الأحزاب على المشهد العام بل إن الوفرة المالية لن تتيح حتى فتح الباب أمام تعينات جديدة بالرغم من الوعود الانتخابية التي عدتها اللجنة المالية النيابية مجرد أكاذيب اشتركوا في القناة